يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ لترضم آني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان أشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس الخامس من سلسة دروسي مقرر العقيدة وأشرنا في المحاضرة السابقة إلى مصادر العقيدة الإسلامية من أين يستقي المسلم عقيدته وقلنا إنها من كتاب الله تعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع السلف الصالح رضا الله تعالى عليهم وتم تقييد الإجماع بإجماع السلف لأنه هو الإجماع الذي ينضبط أما ما جاء بعد ذلك فإن ضبط هذا الإجماع فيه من الصعوبة ما فيه ولذلك كان الإمام الشافع رحمه الله تعالى يستعمل عبارة لا يعرف فيه أو له مخالف دون أن يحكي عبارة الإجماع لصعوبة المعرفة ما عند جميع علماء مجتهدي الأمة بعد أن توسعت الأمة ويعني تفرق العلماء في أقطار هذه المعمورة وكنا تكلمنا على قضية في غاية الأهمية وهي بين يدي الحديث في وصول أهل السنة في إثبات مسائل العقائد أو مسائل العقيدة وهي قضية العقل ومكانته عند السلف الصالح رضا الله تعالى عليهم وقلت إن السلف موقفهم من العقل موقف وسط بين من غلأ في العقل ورفعه فوق منزلته وبين من قصر في حقه واضطرحه وهذا هو المنهج الوسط وذكرنا أن هناك من العقائد ما يمكن أن يدرك بالعقل ومنها وجود الله عز وجل وإثبات النبوة وغير ذلك من الأمور لكن العقل لا يستقل بمعرفة تفصيلات وجزئيات العقيدة وخاصة في الجوانب المتعلقة بالغيب فهذه موقوفة وذكرنا من خصائص هذه العقيدة أنها توقفية أي موقوفة على الوحي الرباني من عند الله سبحانه وتعالى وذكرنا المجالات التي يشير إليها أو يمكن أو يرى ويستعمل السلف فيها العقل ما هي تلك المجالات التي أشرنا إليها قبل قليل ومنها استمداد دينه وتدبره واستمداد دينه بمشكات النبوة أيضا تدبره وتفكره واعتباره في كتاب الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالله أمرنا بالتدبر والتفكر واستعمال العقل والفكر في النظر في كتاب الله عز وجل في آياته في استنباط الأحكام في النظر والاعتبار والتدبر لآيات الله وهذه من المجالات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها كذلك التدبر والتفكر في آيات الله تعالى المجلوة المخلوقة في هذا الكون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يستعملون عقولهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار وهذا يعطينا ما هي مكانة العقل بالنسبة للوحي المكانة الطبيعية الحقيقية الصحيحة أن العقل يكون تابعا للوحي تحت الوحي تابعا مسترشدا مستبصرا مستنيرا فالوحي هو الحكم وهو الحاكم وهو المهيم والموجه له وله السيادة والعقل تابع يمارس دوره في حدود صلاحياته التي رسمها له الوحي ولا يمكن أن يستقيم سيره إلا بهذا النقطة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع وهي بين يدي أصول أهل السنة في إثبات مساء العقيدة وهي اختلاق مشكلة التعارض بين العقل والوحي وهذه المشكلة هي مبنية على جهل بحقيقة الوحي والزعم بأنه ليس فيه دلاء العقلية وهذا جهل بالوحي وجهلا أيضا بالعقل في نفس الوقت لأنه وضع في غير موضعها الذي يمكن أن ينتج فيه وأن يثمر فيه ولذلك فإنه الأصل أنه لا تعارض بين الحق لأن الوحي حق والعقل السليم يدل على الحق فلا تعارض وإذا وجد التعارض فهناك أحد أمرين إما فهم للوحي فحمل معناه على غير معناه أو أنه بني على غير دليل صحيح كان يكون الحديث ضعيفا أو أنه ذلك أو أن العقل غير سليم وإنما مصاب بمرض من أمراض الهوى والشهوة وغير ذلك من الأمور فإذا وجد التعارض وظهر أو بدى للإنسان شيء من التعارض فإن المقدم بلا شك هو النقل لأننا لا نتصور هذا التعارض أبلبته لكن لو ظهر في ذهن الإنسان وفي فكره شيء من هذا التعارض فالمقدم بلا شك هو النقل وذلك لأن النقل ثابت والعقل متغير الأمر الثاني أن العقول متفاوتة فأي عقل نحاكم إليه كتاب الله عز وجل فهي ليست واحدة والأمر الثالث أن النقل معصوم والعقل ليس كذلك أن النقل هو علم الله والعقل هو علم المخلوق فشتان بين الأمرين ولا وجه للمقارنة كلام الله تعالى وهو الوحي مقطوع بصحته كلام أو ما دلت عليه عقول بشر فهي يعني بخلاف ذلك نحن مأمورون بماذا؟ باتباع الوحي بالاستمساك به بالاعتصام بالكتاب والسنة ولم نوكل إلى عقولنا لأن الله يعلم ضعفنا وضعفها فلذلك لم يكلنا إليها وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لاستكمال أو لبيان الحق الذي لا يمكن أن يصل إليه عقول البشر وإلا لو كان العقل كافيا مستقلا لما كان هناك حاجة إلى الكتاب والسنة هذا ما يجرنا إلى الحديث عن أصول أهل السنة والجماعة في إثبات مسائل العقيدة فهناك أصول عند أهل السنة مهمة جدا يجب الإشارة إليها والتأكيد عليها وهذه الأصول يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البداع والضلالة وهي على النحو التالي أولها الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة للوحي الرباني فلابد من الإيمان به بأنه هو الحق وما عداه وما خالفه فباطل والأمر الثاني ما دام أنه هو الحق فيجب التسليم لذلك وجاءت النصوص صريحة قال الله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لماذا؟ بماذا؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عاقبة الأمور وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسليم للوحي وهو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دوني الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت ماذا؟ وأمرت أن أسلم لرب العالمين أمرت أن أسلم لرب العالمين فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الفقرة فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عن تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفله ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين الحب لله نجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات ونستكمل الأصل الأول من أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة ألا وهو الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة وعشرنا إلى شيء من نصوص التسليم والنصوص في هذا المعنى كثيرة منها الأمر الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى له وأمرت في قول الله تعالى وأمرت أن أسلم لرب العالمين وفي قول الله عز وجل فلا وربك يقسم سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهذا هو التحكيم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيته وهذا الانقياد القلبي ويسلم تسليما والتسليم بالنسبة للنصوص يقتضي أولا التسليم بكمال بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لجميع مسائل الدين أصوله وفروعه كل ما يحتاجه المسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا مما نحتاج إليه من ديننا لم يبينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في جانب الجانب العقدي الذي نتحدث عنه أيضا من مقتضيات التسليم ما دام أمرنا لنسلم لرب العالمين نسلم للنصوص فهذا يقتضي الأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير قيد أو شرط لا نضع من عندنا قيود الموافقة العقلية الجواز العقلي الإمكان العقلي أو غير ذلك من الأمور فما دام أننا أمرنا بالتسليم للوحي فلا يجوز لنا إلا أن نأخذ كل ما جاءنا عن الله عز وجل من غير قيد أو شرط يقتضي ذلك أيضا عدم المعارضة بأي صورة من صور المعارضة ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فهنا منع المعارضة كلية لا معارضة عقلية نقول إن العقل يعارض النص يعارض الوحي لا مجال ولا المعارضة المصلحية نقول هذا أمر الله عز وجل والمصلحة تقتضي ذلك فنعارض الحق والوحي بالمصالح ولا بالمعارضة الذوقية كما عند بعض الطوائف أو غير ذلك من أي صور صور المعارضة فالتسليم يقتضي الأنقياد والقبول من غير معارضة بأي صورة من الصور أيضا نحب أن نشير إلى نقطة مهمة جدا وهو أن التسليم عند أهل السنة هو تسليم للحق قائم على الدليل القاطع الناصع الواضح البين وعلى البرهان والدليل وليس تسليما مجردا تسليما أعماء كما هو التسليم عند النصارى في ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا تسليم المريدين لأشياخهم عند الصوفية الذين يتقبل كل ما يمليه عليه الشيخ من غير اعتراض ويقول لا تعترض فتنطرد ولا التسليم عند الرافضة والشيعة لملاليهم الذين يتبعونهم اتباعا وتسليما أعماء لا على برهان ولا على دليل بل إن الله عز وجل قد ذم ذلك في قول الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون السبيل ربنا آتم ضعفيني من العذاب والعنهم لعنا كبيرة ويلحق بذلك تسليم بعض المتعصبة لأشياخهم من غير نظر في الدليل أو يعني التسليم للدليل والتسليم للأشخاص فقط فهذه من مقتضيات التسليم الذي أمرنا به وهو من وصول أهل السنة في إثبات مساء العقيدة يضاف إلى ذلك مع التسليم التعظيم تعظيم النصوص وهذا يقتضي يعني أن الإنسان لا يبقى عنده في قلبه أي مجال للمخالفة لهذه النصوص التي كرمنا الله سبحانه وتعالى بها ودلنا على الحق فيها قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلا خيار ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا والتسليم والتعظيم للشرع يقتضي الامتثال والانقياد وهذا من معانيه الاستجابة كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ويقتضي أيضا السمع والطاعة كما في قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فهناك من مقتضيات تعظيم النصوص التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعظمها لأن تعظيم النصوص هو تعظيم لله عز وجل لأن النصوص وحي وهو كلام الله سبحانه وتعالى المباشر كالقرآن أو غير مباشر كالسنة مقتضيات التعظيم ومن لوازمه أولا التصديق بما في النصوص من الوحي أن نصدق بأن هذا الوحي ثم العلم بها والفقه في معانيها ودلالتها ثم الامتثال في تطبيقها بقدر مستطاع ويلخص لنا بن رجل رحمه الله تعالى ما يجب على طالب العلم وهي نصيحة ثمينة جدة وعزيزة وهي موجهة لنا طلبة العلم ولكم يقول ابن رجل رحمه الله تعالى فالذي يتعين على المسلم الذي يتعين عليه الاعتناء والاعتناء به أولا فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أولا أن يبحث عن ما جاء عن الله ورسوله عن الوحي أن يبحث عن ما جاء عن الله ورسوله الخطوة الثانية ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه رجو إلى كتب التفسير الموثوقة وشروح الحديث الموثوقة ليفهم معاني هذه النصوص ما جاء عن الله ورسوله الخطوة الثالثة ثم يجتهد بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره الخطوة الأولى ما هي يبحث عن ما جاء عن الله ورسوله الوحي الخطوة الثانية فهم معاني ما جاء عن الله ورسوله بالرجوع إلى كتب التفسير وشروح الحديث الثالثة الاجتهاد في الامتثال والنصوص كما مر معنا منها ما هي أخبار علمية هذه الواجب علينا التصديق والإيمان واليقين ومنها ما هي أحكام أوامر ومنهيات فعلينا أن نجتهد في فعل ما نستطيع من الأوامر واجتناب كل ما نهى عنه الوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتهم وهذا من رحمة الله بنا فإن ليست كل الأوامر يستطيع أن يقوم بها الإنسان وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه لا عذر الإنسان يقول لا أنا ما أستطيع أن أترك هذا الشيء فالترك يستطيعه الجميع أما الفعل فهو مرتبط ومقيد بالاستطاعة أيضا ختم البرجب رحمه الله تعالى هذا الكلام في قوله قال وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة الأمر الثاني أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال والاستغناء بها عما سواها ولذلك قال الله تعالى اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومر معنا كلام بن عباس قال امتنى الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين بأن أكمل لهم الدين فلا يحتجون إلى زيادة أبدا وأتمه فلا ينقصه أبدا ورضيه فلا يسخطه أبدا فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة فاصل ثم نعود لنستكمل هذه الفقرة إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصناع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة والحكمة من الاستخارة التسلم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني وعلى المستخير أن لا يتعجل الإجابة ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر ولا يشترط أن يرى رؤيا وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر لها فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الحمد لله أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات ونستكمل ما بدأناه قبل الفاصل وهو أن أشرنا إلى أن من مقتضيات التعظيم لنصوص الكتاب والسنة ولوازم ذلك التصديق بما في النصوص من نصوص الوحي وثم العلم بها والفقه والامتثال الأمر الثاني أن ينظر إلى هذه النصوص بعيد الكمال والاستغناء بها عما سواها وهذا ما أشرنا إليه في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون مصدر التلقي للمسلم هو الوحي فقط مصدر واحد لا تعدد فيه وذكرنا النصوص في هذا المعنى لكني أشير إلى أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله سبحانه وتعالى غضا لم يشب فالله أغنان بكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم عن أن نسأل في عقيدتنا غير ما جاء في الكتاب والسنة النقطة الثالثة أن ينظر الإنسان إليها إلى هذه النصوص بعين الافتقار والإذعان والتسليم لها ولذلك قال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأصل الثاني هو جمع النصوص الواردة في الباب الواحد وإعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة وهذا على خلاف أهل البدع والضلال الذين يتخذون منهجا مخالفا ينتقون من النصوص ما يوافق أهواءهم ويطرحون ما خالفها والأصل في هذا أن الله عز وجل أمرنا بالتسليم والأخذ بالنصوص كلها من غير انتقاء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في السلم كافة أي في الإسلام وقال سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لا ينتقون لا يتبعون المتشابه كما هو ديدا ومسلك أهل الزيغ إنما يؤمنون بالكتاب كله ويقولون كل آمنا به كل من عند ربنا بعد أن ذكر أنه أنزل الكتاب منه آيات ومحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ينتقون يختارون لماذا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والطرف الآخر الناجي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومسلك الانتقاء من النصوص أخذ ما يهواه الإنسان والطراح ما لا يهواه هو مسلك يهودي من مسالك أهل الكتاب الذين قال الله تعالى عنهم محذرا لنا من منهجهم في قوله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الانتقاء هذا الأخذ ببعض الكتاب ورد بعضه وجاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله تعالى عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فأعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالم هذا هو المنهج الشرعي الذي يجب أن نتعامل به مع النصوص نحن مأمورون بالإيمان بالكتاب كله لكن قد يشكل علينا بعض الأمور فما أشكل علينا أن نرده إلى عالمه سبحانه وتعالى وما ظهر لنا فإننا نقوم بالامتثال والاستمساك به العنصر أو النقطة الثالثة هو الاعتصام بالكتاب والسنة فهم الهدى والنور على نقيض منهج أهل البداع في النقطة السابقة نشير إلى أن من التطبيقات العملية لننظر كيف يفعل الهوى بالانتقاء من النصوص مثلا في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات فأصحاب التعطيل يأخذون الشطر الأول فقط ليس كمثله شيء ويغفلون الشطر الثاني وأهل التمثيل يأخذون الشطر الثاني ويغفلون الأول وأهل الحق جمعوا بين طرفي الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل وهذه قاعدة أهل السنة في كل النصوص الشرعية في هذا الجانب أما الاعتصام بالكتاب والسنة فالاعتصام هو افتعال من العصمة وهي المنعة والعاصم هو الله تعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم والاعتصام هو الاستمساك بالشيء والمراد هنا الاستمساك بالكتاب والسنة قال الله تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لنا فاستمسك وهذه من أعلى درجات الصيغ المبالغة فاستمسك بالذي أوحي إليك وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومر معنا حديث العرباض من سارية وما فيه من الأمر بالاستمساك والعض بالنواجد على السنة وعلى سنة القلفاء الراشدين من بعده فنحن مأمورون بالاعتصام بالكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل النجاح بل لا نجاة لنا في الدنيا والله ولا في الآخرة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا حقيقة لا إدعاء وقولا وهذا الأمر هو الذي يجب علينا أن يكون حاضرا في أذهاننا الأدلة على ذلك كثيرة منها في قول الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم دليل هذا على ماذا؟ أولا يهدي به الله فالله هو الهادي والقرآن هو سبب الهداء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كل ما هو أقوى في شؤون ديننا ودنياننا في الدنيا والله الآخرة يهدي إليها القرآن ويخرجهم من الظلمات إلى النور نلاحظ ماذا؟ من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم جاءت الظلمات على صيرة الجمع والنور على صيرة الإفراد وأكد ذلك بقوله ويهديهم إلى صراط مستقيم على صيرة الإفراد دل على أن الباطل متعدد لا حد له أما الحق فهو واحد لا تعدد فيه ولذلك قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التباني وقال تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيلك عن سبيله فقوله يهدي به الله أي بالقرآن الكريم في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دين ذكرنا الكلام في هذه الآية في قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وجاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب أي الموت وأنا تاركم فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ولمرة النصوص معنا في هذا الأمر في التأكيد على هذا المعنى وهو الاستمساك بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يتفرع عن هذا الأصل هو إثبات ما أثبت الله لرسوله أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى وهذه قاعدة عند السنة في العقيدة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في حينها يتفرع عن ذلك ما سبق نشرنا إليه وتكلمنا عنه في قضية دفع التعارض بين النصوص وما قد يفهمه العقل منها مما يخالف الحق والصواب فالحق لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض وهذه قضية في غاية الأهمية وهي محورية عند أهل السنة فإنه لا تعارض بين الحق بين النصوص بعضها من بعض لا بين الكتاب والسنة ولا بين السنة والكتاب ولا بين الكتاب والكتاب ولا بين السنة والسنة ولا بين الكتاب والسنة والعقل السليم العقل السليم وهذه النقطة سبق التنبيه والإشارة إليها في تفصيلها القاعدة الساسية عند أهل السنة في هذا الموضوع أنه يستحيل أن يقع التعارض بين نص صحيح وعقل سليم فإن الذي خلق هذا العقل هو اللطيف الخبير هو نفس الذي أنزل هذا الوحي الشريف على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وإن وجد ما يوهم هذا التعارض فهو راجع إما إلى أن النقل فيه إشكالية يحتاج إلى تثبت وإما أن يكون العقل غير سليم فيه من الإشكالات ما فيه هذا وبالله التوفيق نختم هذه المحاضرة بهذا المجلس والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاذبية للعلم كالأزهار في البستانين ترجمة نانسي قنقر